حدثنا أحمد بن الحجاج أنبأنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن عبادي بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطافان عن أبي رافع قال ذبحنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاطا فأمرنا فعلجنا له شيئا من بطنها فأكل ثم قام فصلى ولم يتوضأ حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن مخول عن رجل عن أبي رافع قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوس حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطبي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحريث أن أبو كير بن عبد الله حدثه عن الحسن بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن جده أبي رافع قال بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم قال أني لا أخيس بالعهد ولا أخيس البر وارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع قال ابو كير وأخبرني الحسن أن أبو رافع كان قبطيا حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله برايته فلما دنى من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده فتناول علي بابا كان عند الحصن فترس به نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ فلقد رأيتني في نفر معي سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثني عبد الرحمن بن رافع عن عمته عن أبي رافع قال صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شات مصلية فأتي بها فقال لي يا أبا رافع ناولني الذراع فناوته فقال يا أبا رافع ناولني الذراع فناوته ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وهل للشهات إلا ذراعان فقال لو سكت لنا وطني منها ما دعوت به قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع حسنا حسين حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد عن علي بن حسين عن أبي رافع قال ضح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملاحين موجيين خصيين فقال أحدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ والآخر عنه وعن أهل بيته قال فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفان حسنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله أنبأنا ابن لهيعة حدثني أبو النظري أن عبيد الله بن أبي رافع حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قال لا أعرف أن ما يبلغ أحدكم من حديث شيء وهو متكئ على أريكته فيقول ما أجد هذا في كتاب الله تعالى حسنا عفان حدثنا حماد أنبأنا عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته السلمة عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طافع على نسائه في يومين فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله لو جعلته غسلا واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن أبن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن أبن أبي رافع قال مرى علي الأرقم الزهري أو أبن أبي الأرقم واستعمل على الصدقات قال فاستتبعني قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد إن مولى القوم من أنفسهم حثنا يزيد بن هارون قال قال محمد يعني ابن إسحاق فحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكر ما تقال قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما للعباس بن عبد المطالب وكان الإسلام قد دخلنا فأسلمت وأسلمت أم الفضل وكان العباس قد أسلم ولكنه كان يهاب قومه وكان يكتم إسلامه وكان أبو له بن عدو الله قد تخلف عن بدر وبعث ما كانه العاص بن هشامي بن المغيرة وكذلك كانوا صنعوا لم يتخلف رجل إلا بعث ما كانه رجلا فلما جاءنا الخير كبطه الله وأخزاه ووجدنا أنفسنا قوة فذكر الحديث ومن هذا الموضوع في كتاب يعقوب مرسل ليس فيه إسناد وقال فيه أخو بن سالم بن عوف قال وكان في الأسرة أبو وداعة بن صبيرة السهمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له بمكة ابن كيسا تاجرا ذمال لا كأنكم به قد جاءني في فداء أبيه وقد قالت قريش لا تعجلوا بفداء أساركم لا يتأربوا عليكم محمد وأصحابه فقال المطالب بن أبي وداعة صدقتم فافعلوا وانسلى من الليل فقدم المدينة وأخذ أباه بأربعة آلاف درهمين فانطلق به وقدم مكرز بن حفصي بن الأخ يفي في فداء سهيلي بن عمر وكان الذي أسره مالك بن الدخشوني أخو بني مالك بن عوف حثنا روح حدثنا أبن جريج أخبرني العباس بن أبي خداش عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا رافع اقتل كل كلب بالمدينة قال فوجدت نسوة من الأنصار بالصولين من البقيع لهن كلب فقلنا يا أبا رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغزى رجالنا وإن هذا الكلب يمنعنا بعد الله والله ما يستطيع أحد أن يأتينا حتى تكون امرأة منا فتحول بينه وبينه فاذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فاذكره أبا رافعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا رافعا اقتله فإنما يمنعهن الله عز وجل حان أسود بن عامر وحسين بن محمد قال ثنى شريك عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن الحسين عن أبي رافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر ويعني ابن أبي عمر عن المغيرة بن أبي رافعا عن أبي رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي بكتف شاة فأكلها ثم قام إلى الصلاة ولم يمس قطرة ماء حثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا أبن عجلانا عن عبادي بن أبي رافعا عن أبي غطافانا عن أبي رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فأمرني فقليت له من بطنها فأكل منها ثم قام فصل ولم يتوضع حثنا يحيى وعبد الرحمن عن سفيانا عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافعا عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذني الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة حثنا عبد الرحمن وأبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي رافعا عن عمته عن أبي رافعا أن النبي صلى الله عليه وسلم طافع على نسائه جمعا في يومين واحد واغتسل عند كل واحدة منهن غسلا فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقالا إن هذا أزكى وأطهر وأطيب حثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمري بن الشريدي أن سعدا سوى ما أبا رافعا أو أبو رافعا سوى ما سعدا فقال أبو رافعا لو لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجر أحق بي سقبه ما أعطيتك فقال عبد الرزاق في حديثه والسقب القرب حثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبني أبي رافعا عن أبي رافعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزومين على الصدقة فقال لأبي رافعا أصحبني كي ما تصيب منها قال لحتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى النبي فسأله فقال الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخول عن أبي سعد قال رأيت أبا رافعا عن أبي الطفيل عن أبي صريحة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد هذين الرجلين الدجال يقتله عيسى بن مريم وقال الآخر ريح تلقيهم في البحر